اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الحكم هو بيت القصيد وموضوعنا اليوم موضوعنا الحكم الليبي محمد الشحمومي محمد الشحمومي اعطاه مقابلة المنتخب الوطين جزائري في الربع النهائي ضد المنتخب المغربي المقابلة هذه يبقى المنتخب المغربي منتخب منظم منتخب قوي منتخب عنده مدرب يعرف يسير المقابلة لان شيبا العب في المستوى العالي العب في المونديال وشيبا معروف يتكلم على شيبا مدرب محترم مدرب كفاءة مدرب ما هو اشتاع تيليكو موند مدرب ما هو اشتاع تيليفون اذا هذا لا يمنع كما قلت القوة منتخب المغربي لكن هذا في المقابلة منتخب الوطني كان ضربة جزائري شفناها واضحة وضوحة شمس ضربة جزائري ولا وانه منتخب جزائري ضعيف منتخب منتخب تتعطيلي فونات منتخب تتعطيلي كومود ما عندهش مدرب ما عندهش اتحادية رانا متفاهمين فيها لكن كانت كائنا ضربة جزائري حضروا الحقيقة وايضا الفار تعطل الفار تعطل من قدرة قادر الفار تعطل كيفاش ما على باليش البلد المنظمة الفار يتعطلو يجوك ويهنسولك وتتضحك وتصفك تصفك وتضحك هادي لانك مكتازيرو انترك زيرو ما تقدر تدير ولا شي خمس سنين وانت زيرو اذا محمد الشحمومي دار مقابلة المنتخب الوطني واسراء لليسراء بالمفروض ما يزيدوش يكرموه صحيح خلاص تنتهي المهمتاك كان ضربة جزاء الفار كان أمور نرمو ما زيش دير حتى مقابلة يزيد عيطولو في مقابلة النسف النهائي ضد السينيغال وبوركينافاسو هذا وش سموه عيطولو بالمرة الثانية معناها كادو راح نكرموك هذا لو كادو لك هدية لك اعطينا لك مقابلة بوركينافاسو والسينيغال واللي يقرموه بين السطور يعرف باللي الهدف من تعيين محمد الشحمومي صحيح انه أعطوها هدية يعني بتحكيمه لمقابلة الجزائر أعطوهم مقابلة بوركينافاسو لكن المغزم انه انه باش تحاول التعطل السينيغال باش ما توصلش لا فينا لان السينيغال منتخب قوي جدا وابان على القوة منذ المقابلة باين باللي منتخب قوي وقوي وقوي جدا اذا باش تعطل السينيغال وما تروحش السينيغال ولو حتى راح تروح بصعوبة ممكن كاش ما تعقبلها لاعب بطاقة حمراء يعني تحاول كيفاش تعطل السينيغال وبالفعل السينيغال جرتها بوركينافاسو لضربات الجزاء بعد التعادل الهدف لهدف واللي شايف المقابلة يعرف شو نتكلم من الجهة الأخرى المنتخب المغربي كد كينا مخالفة خطيرة وخطيرة وخطيرة جدا واعتداء على اللاعب مالي في منطقة قريبة جدا 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 من داخل منطقة العمليات من الخط يعني وكان اعتداء ما هيش مخالفة اعتداء الحكم مو الصفر ما الصفر لا بطاقة حمراء لا مخالفة لهم يحزنون صفر ضربة تماثل مالي عم الرسك عم الرسك أنا ماشي حنركز بزاف على المغربي ولقجة ولقجة عندي يدرناها بزاف وقلنا باللي صعي بش نعطيك ما أنا بالأخر 2017 هذا التاريخ تاريخ مفصلي وتاريخ عنده رمز كبير 2017 معناه خروج جزائر من الكاف وخروج جزائر من دائرة الاتحاد الافريقي اللي فيها الأعضاء التوحى تاعة الكواليس ولجزائر تفقد المكان انتحه في 2017 و2017 هو بداية مجد وصناعة تاريخ جديد للمغرب في دواليب الكاف إذن 2017 تاريخ مفصلي جزائر بعدت على الكاف وبعدت على الساحة الافريقية والمغرب دخلت بقوة منذ سنة 2017 شتو الفرق كيفه هذا هو الفرق كيفه لكن ما يجرنا إلى الحكم الليبي هو الشلماني مرشح الكاف الشلماني اللي هو اللي رح يتنافس مع من مع الزفزاف إذن زفزاف رئيس الاتحاد جزائر كورت قدم راح يواجه الشلماني هل يستطيع جهيد زفزاف مجارات والفوز على الشلماني سوف نرى ذلك في جويليا القادم أنا شوف اللي جويليا القادم هو تاريخ فاصل وتاريخ مفصلي إذا حبت الدولة الجزائرية تدير إصلاحات إلا استطاع نقول إلا استطاع وكنت فيها نوعا ما معجزة وفاز زفزاف على الليبي راح نقوله ممكن تصحيح ما صار تصحيح ما صار فالربما زفزاف يدير علاقات في الكاف وقدر يرجع نوعا ما نقول نوعا ما الجزائر في الكاف وإذا فاز الليبي شلماني راح تكون الضربة القاضية لزفزاف وجمعته 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 يتحكمه فيه بالتلي كوموند من بعيد ضربة قاضية قاضية ما فيها ما فيهاش إذن جويريا تاريخ حاسب جويريا القادم تاريخ حاسب جدا هل وهل هل يكرم المرعو أو يوهاذ هل زفزاف قادر يعود يرجع بقوة ويساعد الجزائر في الكاف ويخلي المنصب هذا كيساعد به المنصب تعوضوية تعالكاف يخدم به الكرة جزائرية أو راح تكون الضربة القاضية من الشلماني بإبعاد زفزاف والسيطرة على الكاف والضرب في الميت رغم أن نقول ضرب في الميت حرام لكن نسموها ضرب في الميت لأننا خلاص ما بقنا أولو ذرك ما بقنا حتى وجود كل صراحة من 2017 إلى غير الآن احنا مبعدين في الكاف ومزن نبقى المبعدين لأننا مهم حتى كالجزائري في الكاف نحاول نبعدوه دارها قبل زفزاف وأيضا سال على الدرب زفزاف اللي كان بدأ حرب ضد الجزائري الآخر اللي هو عمارة في الكاف ها باش تعرفوا وكان يريد إبعاده من الكاف لغم أنه تمسك موتسيبي بعمارة اللي عنده علاقة مليحة مع عمارة اللي هو موتسيبي وكان باغي يبقى معها عمارة لأصر عليه لولا إسرار موتسيبي كان أيضا عمارة يطيروا يطيروا جزائري آخر اللي هو زفزاف هذه نحن الذماء جزائري نتطبع لنا وما ننجحوش بالطريقة هذه بالعقلية نقول لكم من الأخر بدما هذه العقلية المسؤولة في الجزائر يحارب أخوه الجزائري لمتقلد مناصب في هيئات قرية ما ننجحوش بكل صراحة ما ننجحوش قلتها دار هذا شيء وزيد أيضا كررها زفزاف إذن سوف نرى جويلي القادم مثلا سيحدث سوف نرى هل بعد فلربما فوز زفزاف بالمنصب هل جزائر راح تأخذ يعني خطوة للأمام والسيطارة على الكاف أو مواصلة ضرب الهيئات الرياضية جزائرية بالصفاعات من قبل الليبي لليبيا دولة في الحرب دولة فعندها مشاكل لا يكون في عونهم على كل حال خوطنا الليبيا لكن الشلماني لفاز على زفزاف هذه ضربة مش لزفزاف فقط ضربة للمنظومة الكوروية للجزائر ضربة للهيئات الرياضية في الجزائر ما بقى أولو وهل بعد لقدر الله الخسارة هذه هل الدولة تتحرك وتأخذ زمام المبادرة بإصلاحات جذرية سوف نرى إذن رح يكون تاريخ جويلية تاريخ حاسم 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 صراحة الشيء اللي معجبني أنه يجيك ويخطط لك ويهندس لك في بلادك ويخيط لك نصحة بالقور بالدرجة يخيط لك حكم وانت تتفرج وانت تصفك هذه صراحة عندي ما نهضر بعد هذا الشيء ما نقاطيش حضراء صراحة إذن في الأخير متقنا مع المزل من الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته